الصراع والتنافس الروسي والإيراني على السيطرة والنفوذ في سوريا هذا الأمر لم يعد بالتأكيد خفيا على أحد إلا أن آخر أوجه هذا الصراع والتنافس بدأ يتجلى بالشركات الأمنية الخاصة التي يتنافس فيها الطرفان ونقصد هنا إيران وروسيا فنشاط الشركات الأمنية الخاصة ومنذوبها تصاعد بشكل كبير ولافت في سوريا حيث تقدم للشباب رواتب شهرية مغرية بالتأكيد والعديد من الامتيازات التي لا يحظى بها الموظفون الحكوميون في سوريا هذه الشركات موجودة منذ سنوات إلا أنها غير معروفة أو أنها مجهولة النشاطات أما ولاءتها ودعمها وتمويلها فهو بشكل علني يكون إما لإيران أو لروسيا بعد أن منع النظام طوال فترة حكم الأسد الأب الترخيص للشركات الأمنية وأبقى مسؤولية الحفاظ على أمن الدولة بيد الأجهزة الأمنية أصدر الأسد عام 2013 مرسوما قضى بمنح الترخيص لشركات خدمة الحماية والحراسة الخاصة التي ارتفع عددها منذ ذلك الحين ليبلو أكثر من 75 شركة أي في 2019 موقع مونيتر العسكري كشف أن موسكو وطهران لجأت لزيادة نفوذهما في سوريا عبر شركات أمنية تنتشر في مختلف المحافظات والقطاعات التي تعمل فيها تشمل حماية الأثرية وشركات الصرافة والحاولات المالية وأيضا قوافل الحجاج الإيرانيين إلى مناطق دينية داخل سوريا فيما تقدم شركات أمنية أخرى خدمت حماية أبار النفط الواقعة تحت سيطارات القوات الروسية في ريف دير الزور والحاسكة والقامشلي على غير الشركة المهام للحماية والحراسة الخاصة التي تعود ملكيتها لحسام القاترجي شخصية معروفة بالتأكيد هو أحد أبرز وجهات النظام الاقتصادية الجديدة والوسيط الرئيس مع داعش وقصد في تهريب النفط أفراد مجموعة القاترجي يرفعون بشكل عالني الأعلام الروسية في مقراتهم بالإضافة لشركة سند للحراسة والأمن ويخضى أفراد هذه الشركات لتدريبات تشرف عليها قوات فاغنر الروسية الخاصة أما الحرس التوري الإيراني فأنشأ من جانبها عددا من الشركات الأمنية الخاصة التي توفر غطاء لأنشطة الميليشيات التابعة له في سوريا تعهمل معظم الشركات الأمنية الخاصة التابعة لإيران في محافظة دير الزور وفي حلب وفي دمشق ترجمة نانسي قنقر